يا على الصلاة يا على الصلاة كمال الإنقطاع لرب الكائنات خضون وخشون بآداب الصلاة بآداب الصلاة فكن عبدا مني بآداب الصلاة ملاقات الحبيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبو القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى رجع الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عنوان الحديث نقر كنقر الورى يدور الحديث حول العجلة في الصلاة وغير الصلاة أقف في البداية عند ملاحظات تمهيدية هذا المستعجل بصلاته سواء أنا أو أنت هذا المستعجل قد يكون عجولا خارج الصلاة وطبيعي وفي الصلاة وقد لا يكون عجولا خارج الصلاة إلا أنه لسبب ما يستعجل في صلاته طبعا مشكلة العجول خارج الصلاة في التعجيل بصلاته أشد إلا أنهما معا بحاجة إلى الحديث عن العجلة فالحاجة إلى الحديث عن العجلة في الصلاة تمسوا من يكون عجولا خارج الصلاة أو لا الملاحظة الثالثة أن الطابع العام لنا أيها العزيز هو العجل هو العجل وطبيعي وطبيعي توصلنا أو نقتنع فيها من المدرسة من جو الأسرة حتى إذا كان خاطئ من الشارع من التلفزيون من الإذاعة سينما انترنت إلى آخر رابعا ملاحظة الرابعة وطبيعي الذي يتحكم بسلوكه فلا يستعجل يمتلك أحد أسباب السلام الأربعة كما في رواية عن أمير المنين السلام الله عليه الرواية يقول أبو الحسن عليه السلام من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق يعني جدير حري بأن لا ينزل به مكروه أبدا يعني هو من أهل السلامة قيل وما هن يا أمير المؤمنين قال العجلة واللجاجة الحاح الأسرار شخص عجول وشخص لجوج والعجب والتواني العجل واضح اللجاجة أيضا يلج يلح كثيرا والعجب واضح والتواني يعني أنه يتباطع حتى يضيع اللي بيمتلك هالأربعة لا ينزلوا به مكروه أبدا هذا المكروه الذي لا ينزل خاص بالدنيا أصلا المعصوم بيحكي بدرجة الأولى عن الآخر يعني ليس نزول المكروه خاصا بالدنيا بل الآخرة في نظر المعصوم الأصل الآخر الدنيا تتبع الآخر إذن الخلاص من العجلة الآن الحديث عن العجل أحد أسباب السلامة في الدارين الخلاص من العجلة أحد يا قلب أسباب السلامة في الدارين الملاحظة الملاحظة الخامسة النتيجة التي نخرج فيها من كل ما تقدم أن الحاجة إلى الحديث الوافي عن العجلة حاجة ماسة جدا لأن العجلة محل ابتلاء على أوسع نطاب طيب قسم الثاني الذي أقف عنده ما هي العجلة نعرف نحن أنه واحد بيستعجل عموماً بس خلينا نشوف أنه بنظرة متأنية ما المراد بالعجل طبعاً هناك عجلة ممدوحة يأتي الحديث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة وهناك عجلة مذمومة عموماً العجلة في البر فيما عرف أنه خير ممدوح العجلة في الأمور الأخرى أما الذي الأمر الذي علم أنه شر أو اللي مش معروف شهوه العجلة هنا مذموم طيب بلغة العلماء ما هي العجلة الشيخ النراقي صاحب جامعة السعادات يقول وهي المعنى الراتب في القلب يعني المركوز في القلب المفطور في القلب المعنى المستقر في القلب الذي يبعث الباعث على الإقدام على الأمور بأول خاطر من دون توقف واستبطاء في اتباعها والعمل بها إذن العجلة هي تلك الخلية تلك الجين المستقرة مستقرة في القلب التي تقول للشخص منها أنه ردة فعلك مثل ما بيجي على خاطرك بمجرد أن تسمع شيئاً تتفاعل معه وتقول ما تريد أو تعرض إلى آخرية تتفاعل سلباً أو إيجاباً فالعجلة هي تلك النقطة المستقرة في القلب التي تجعل الإنسان يتصرف بلا ترو يقول الشيخ النراقي هذا المرض من لوازم ضعف النفس وصغرها وهو من الأبواب العظيمة للشيطان قد أهلك به كثيراً من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وآله العجلة من الشيطان والتأني من الله مفيد جداً لقلبي وقلبك أيها العزيز أن نتنبه هنا ونحن نتحدث عن العجلة أن المشكلة التي نعاني منها كبيرة جداً حتى نفهم الأمراض التانية أيضاً نواجه نفس المشكلة فيها ولا نتنبه كل واحد إلو قالب معين إلو طريقة معينة بشكل عام يجمعنا قالب العجل هذا الأمر نتصور أنه من لوازمنا الذاتية التي لا تنفك عنها ولا ننفك عنها نحن هكذا من هون وبالرايح منا ولغاد بالتعبير العراقي أنه بدنا نحصل بعض الأمور الدينية بدنا نعمل بعض لا لا قبل ما يطلع واحد من بيته من بيت النفس بده يشوف داخل النفس ماذا الأخلاق مش من خارج النفس وبالرايح ولغاد ولا من خارج البيت لغاد من رايح الأخلاق أول شيء داخل النفس ميدانكم الأول أنفسكم هذه النفس مبنية على العجل هذا أمر يمكن التحكم به باللجوء إلى الله عز وجل ثم عندما يتحدث الفقيه الشيخ النراقي في جامع السعادات عن السر في كثرة وشدة ذم العجل يقول الأعمال ينبغي أن تكون عن معرفة وبصير والمعرفة والبصيرة موقفان على التمهل والتأني طيب إذا أحدنا ظل منساق مع العجل متى يتمهل ومتى يتأمنى بعد خراب البصرة بعد ما يغلط ويخجل ويطلع عنه وما معه حق مرارا وتكرارا وصير بعدان يعاند لأنه يحفظ ماء وجهه فيما يتصور يحفظ ماء وجهه الأعمال ينبغي أن تبنى على التمهل والعجلة تمنع من التمهل ومن يستعجل في أمرا يصطاده الشيطان يلقي الشيطان وشره عليه من حيث لا يدري بمجرد أن يستعجل ما عاد يشوف قدامه ما عاد يهتدي طريقه صار في مجال أن يصطاد الشيطان في الماء العكر تعوكر مزاجه النفسي أصبح باستطاعة الشيطان أن يصطاد يقول الفقيه النراقي والتجربة شاهدة بأن كل أمر يصدر على العجلة أو عن العجلة يوجب الندامة والخسران وكل ما يصدر على التأني والتفبت لا تعرض بعده ندامة عادة بل يكون مرضيا والتجربة أيضا تشهد بأن كل خفيف عجول كل خفيف عجول بعجل ساقط يسقط من العين ولا وقع له عند القلوب مهم جدا لنزداد استعدادا لتحكم بالعجل ولو اقتضى الأمر التدرج ولو خسرنا جولات وجولات لكن هذا الأمر يستحق مواصلة بذل الجهد خصوصا لمن تشتد فيه العجلة سواء كان عجلي بالنسبة قليلة أو كثير الحاجة ماس لكن الأمس الأشد بالنسبة لي اللي بتكون عجلته أشد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال التأني في الفعل يؤمن الخطل وقال عليه السلام التروي في القول يؤمن الزلل في الروايات نجد مثلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه مع العجل يكثر الزل مع العجل يكثر الزل أو نجد في وصيته عليه السلام لابنه الحسن سلام الله عليهما لما حضره الموت أنهاك عن التسرع بالقول والفعل على أبواب شهادته أبو الحسن يوصي الحسن سلام الله عليهما أنهاك عن التسرع بالقول والفعل يعني الإنسان ما يستعجل لا بالكلام ولا بالعمل عن رسول الله صلى الله عليه وآله إِنَّمَا أَهْلَكَ الْنَاسَ الْعَجَلَةِ وَلَوْ أَنَّ الْنَاسَ تَثَبَّتُوا لَمْ يَهْلَكَ أَحَدُ أَلِيْلِهِ الرواية كثير مهمة إنما أهلك الناس عجلة يعني حكم الذي أظهره الله عز وجل على غيبه بما لم يظهر أحدا على غيبه مثله صلى الله عليه وآله وسلم حكمه كأنه ينظر إلى كل من في النار ويقدم معادلة للأجيال شو سبب؟ السبب الأول إنما أهلك الناس العجلة ولو أن الناس تثبتوا لم يهلك أحد عن أمير المؤمنين عليه السلام العجول مخطئ وإن ملك حتى إذا وصل للحكم حكم المتأني مصيب وإن هلك حتى إذا ما ربح هو متأني حكيم معقول صرف تصرف صائب أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تأنى أصاب أو كاد أن يصيب ومن عجل أخطأ أو كاد يعني أن يخطئ يعني قد يتأنى الشخص ولا يصيب لكن هذا نادر وقد استعجل ويصيب هذا نادر الإمام عليه السلام الله عليه يقول التأني في الفعل يؤمن الخطل التروي في القول يؤمن الزل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله الأنات من الله التأني من الله والعجلة من الشيطان وأيضا في وصي من الأمير عليه السلام كذلك الإمام الحسن صلى الله عليه يقول له أخر الشر فإنك إذا شئت تعجلته أخر الشر يعني الإنسان بعدم الاستعجال يكون عادة يؤخر الشر لأن العجلة نتيجتها عادة الشر كذلك عن الإمام أمير المنيه صلى الله عليه يقول لشخص يا عبد الله لا تعجل في عيب أحد عبد بذنبه فلعله مغفور له ولا تأمن على نفسك صغيرة معصية فلعلك معذب على هذا الصغير فلعلك معذب عليه يعني مثلا اتنين عم يتعاملوا مع بعضهم الزوجان أو الأخوان كبار صغار يسارع في الانتقاد للطرف الثاني وشاف خطأ منه فيعيبه ويرى من نفسه خطأا فلعيب نفسه وقد يكون هذا الخطأ مغفور له سيتندم ويتوب الله عليه بينما أنا اللي أخطأت لن أتندم ولن يتوب الله عز وجل عليه أيضا عن أبو الحسن عليه السلام من كمال الحلم تأخير العقوبة ما أهم أن الزوجين بشكل خاص أو كل اثنين يعيشان معا أن لا يبني أمرهما على العجل في الرفض في الانتقاد أن واحد بشوف الثاني أخطأ معه بصيره وبده يعاقبه ولو أنه انت غلط مثلا يقول له أنت أخترت أو مثلا يصرق في وجهه يعاقبه من كمال الحلم تأخير العقوبة لأنه بجوز واحد لما فكر وتروى يشوف أنه عم يحامل التاني بإحسان عم بيشجعه على قبول الأخلاق الفاضي بينما إذا عاقبوا عاقبوا ردة الفعل قد تصدمه وتوجد في نفسه حاجزا هذا الطفل بدنا نخليه مثلا يوم الصلي أول الوقت فالإصرار والصرخة وما شبه تبني حاجزا بينه وبين الصلاة حاجز نفسي حتى إذا أطعنا الآن وبدأ يصلي لكن بينه وبين نفسه ما تكون علاقته للصلاة بدون حاجز نحن زرعنا هذا الحاجز من خلال العجل بينما التأني هالروي من كمال الحلم تأخير العقوبة منهج حياة للأب للأم للمعلم للأخوة والأصدقاء لجميع الناس في تعاملنا مع بعضنا إذا كنا ممن لا يصفحون وإذا لم نكن ممن يواجهون الإساءة بالإحسان فعلى الأقل خلينا نأخر العقوبة مطلوب أن نكون من أهل الصفح من أهل العفو وإذا لم نستطع أن نكون من هؤلاء فعلى الأقل علينا أن نتدرب على تأخير العقوبة قد يؤدي تأخيرها إلى العفو أو إلى المعاقبة المسموح فيها برعاية الضوابط يعني على الأقل تأخير العقوبة يخرجها من ردة الفعل العجول اللي عادة بتكون أشد مما ينبغي يعني لا تكون بمثل ما اعتدي علينا السؤال هنا ما هو الطريق إلى علاج العجل للشيخ النراقي في جامع السعادات يذكر أمرين مركزيين عبارة عن أولا أن يتذكر فسادها وسوء عقبته ثانيا ثم يتذكر شرافة الوقار الذي هو ضد العجل يعني التأني يقول الشيخ النراقي أن يتذكر فسادها وسوء عقبتها وإيجابها للخفة أن يتذكر فسادها وسوء عقبتها وإيجابها للخفة والمهانة عند الناس وتأديتها إلى الندامة والخسران يستعجل بعدما يتندمه وخسر ثانيا ثم يتذكر شراف التأني مثلا بشوفه واحد صرخ بواحد التاني تعامل معه بحلم يمدح عند الناس في منهم بسوء كثير اللي إذا سمع صرخ بيصرخ إذا سمع شاف أذية ووجه أذية يؤذي لكن اللي مطلوب أن نكون منهم الذين قال لهم القرآن الكريم وأرادنا أن نكون منهم منهم ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وأن تعفو وتصفح خير لك إذا أول شيء بتذكر فساد العجلة وأضرارها ثانيا شرف تأني أهمية التأني وكونه صفة الأنبياء والأخيار فيوطن نفسه على أن لا يرتكب فعلا إلا بعد التأمل والمهل أي التمهل ولا يترك الطمأنين والسكون باطنا إلى آخر ما قاله أعود هنا إلى العنوان العنوان كان نقر كنقر الغراب هذا العنوان مأخوذ من الرواية المشهورة أنه كان شخص عم بصلي شيفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم استعجل بصلاته فقال صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب إن مات وهكذا صلاته ليمتن على غير ديني العلام الحلي استدل على وجوب الطمأنين في الصلاة بهذه الرواية قال العلام الحلي لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل في صلاته يعني ما يستعجل وأنكر على المسيء في صلاته حيث فعل الاستعجال ولم يطمئن الرواية نفسها أوردها العلامة بمكان آخر في منتهى المطلب الرواية عن الإمام الباكر عليه السلام بين رسول الله يعني بينما صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب لأن مات هذا وهكذا صلاته ليمتن على غير ديني المجلسي الأول أورد رواية حول هذا المضمون في روضة المتقين يقول وفي الصحيح يعني الرواية صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته صلى لكن صلاة خفيفة وقام قال الله تعالى أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي وفي رواية نفس المضمون أنه إذا صلى الإنسان خفف صلاة مستعجل لحاجة يريدها قال الله عز وجل للملائك نفس المضمون عبدي خفف من صلاته لحاجة يريدها أو ما يعلم أن قضاءها بيدي مطلوب أن نجتنب العجلة خر صلاة وفي الصلاة والحاجة ميس جدا إلى أن نعالج العجلة يمكننا أن نصليها بتأنن ونصل إلى الخشوع في الصلاة اللهم منع علينا بما أنت أهله والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة موسيقى